السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء رقم 9 من الشابطة الثامن هنتكلم عن في الحقيقة عندي العديد من الألوينج إليمنت زي ما احنا شايفين لأن في الحقيقة الفرس اللويز بتمتاز أنها وائد رينج أوف ماتيريالز أي نسب من عناصر مختلفة يديني صفات مختلفة عشان كده عندي يعني منطقة عريضة جدا من الماتيريال وغنية جدا هنشوف تأثير الكربون هنشوف تأثير السلفر الكابريت هنشوف تأثير المنجنيز هنشوف تأثير الكروم والنيكل الموليبدينم السيليكون الفيسفور الألمنيوم الكبر والفانيديوم تعالى بالنسبة للكربون في الحقيقة واحد من أهم العناصر اللي بتضاف على السلب هو الكربون لأن على الرغم أن الكربون هو يعتبر بسيط إلى أنه هو من يعطي الفلاس سفة الفولازية تمام؟ يعني مثلا عندي في النسبة للسلب أقصى قيمة للكربون هي 2% على رغم من كده لكن موس أغلب الستيل اللي هو قابل للحام بيكون الكربون أقل من 0,5% طيب، يعني وجود الكربون هو اللي بيدي إمكانية أن السلب يكون عمله قابلية للمعالجات الحرارية Increasing amount of carbon will reduce the weldability لكن لكل عسف إنه زيادة نسبة الكربون يقلل قابلية اللحام عشان كده قلنا إن الصلب القابل للحام بيبقى فيه كربون أقل من نصف المية